مرحبا وإياكم آيا ماجد طالبة طب أسنان مرحلة ثالثة اليوم رح ناخذ المحاضرة السادسة بمادة Medical Chemistry رح تكون بأنوان Benzin and Aromaticity البنزين والعطريات أول سلايد رح نبتي بيه هو A phenyl plant is an aromatic herb used in cooking Phenyl group pronoun used exactly the same way is the characteristic structural unit of aromatic organic compound هس رح ناخله رح أحكي لكم هذاني السطرين ونرجع نكمل الباقي رح أشرح هاي السطرين تمام ديقول انو ال phenyl plant نبات اسمه Shimmer is an aromatic herb يعني عنده فد رائحة used in cooking هذا النبات اسمه Shimmer عنده فد رائحة نستخدمه بالطبخ A phenyl group pronoun used exactly the same way is the characteristic structural unit of aromatic organic compound شنو يعني؟ ليقول انو ال phenyl group group phenyl يلفظ تماما بنفس الطريقة نلفظ اسمه مثل يعني الفينيل هذا نلفظ اسمه مثل الفينيل اللي هو phenyl group تمام الروائح فعدنا يعني مواد كيميائية أو مواد عضوية نقدر نميز نميزها من خلال ريحتها تماما مثل ما تميز ريحت الليمون عن ريحت البرتقال أو ريحت الصبغ عن ريحت الدخان تمام In the early days of organic chemistry the word of aromatic was used to describe such a fragrant of fragrant substance as benzaldehyde from cherries, peaches and almonds يعني شنو؟ يعني نقول بالأيام الأولى شنو نستخدم aromatic كلمة aromatic حتى نوصف مركبات مثل benzaldehyde مثل مركب البنزين benzaldehyde اللي هو نستخلصها من cherries الكارز البيتس الخاوخ أو المونز اللي هو اللوز هسا هنا شخال خال انه يعني ال structural الوحدة جزئية للبنزين اللي هو يكون على ما أذكر C6H6 والبنزل والبنزالdehyde نفسها بس ضيف لها ضيف لها C وهي C أصلا مرتبطة بH وهي H أصلا مرتبطة بO بس شون مرتبطة بO عن طريق آسرتي مؤسرة وحدة أوكي يعني هسا إحنا شعدنا لازم يعني تحفظون هاي الصيغة مع البنزين وبعدي تضيفون لها حسب يعني المركب العدنى فإحنا شنو لازم نحفظ لازم نحفظ البنزين اللي هو C6H6 هو مركب حلقي فطبيعي يعني لازم يكون مثل المغلق يعني سداسي أوكي فيعني هاي شغلات تتهل عليكم الرسم دائما هو سداسي ذكره وهو حلقي فهذا الشي شوية رح يساعدكم بي بي هنا أواصر ثني يعني ثلاثة سوري أوكي فعدنا البنزل ديهايت مثل ما قلت لكم هو نرسم البنزين ونضيف له C ونضيف له H ومدام عدنا H نضيف وياها O بس O كم آسرة ترتبط بآسرة تمام وعدنا مركب ثاني اللي هو التولين هذا هم يعني باعونا في صيغة البنزين سوري قلبة الصفحة نفس صيغة البنزين بس مرتبط وياه مرتبط وياه بآسرة وحدة CH3 أوكي يعني هسا احنا الشي اللي المفروض نحفظه هو الرسم مال مركب البنزين أوكي يعني هسا البنزين من من رسم اذا خلينا وياه CH3 والأو مرتبط بآسرة وإن والأتش مرتبط بآسرة وحدة من السي رح يصير بنزالتيهايد بس اذا ربط ناع بآسرة وحيدة وياه CH3 ش رح يصير تولين تمام هسا نايم اوف اروماتي كومباوند هناش خال خال انو البنزين اللي هو احنا حفظ نصيغته المفروض داي قولك ال BP ال boiling point مالته اش قد 80 سيليزي تمام اي تي سيليز هاذا حفظ درجات ال boiling point اش قد 80 درجة اذا يعني هسا البنزين اذا سخنا ل 80 درجة رح يصير يوصل ال boiling point مات تمام التولين شوية اكثر اللي هو 111 تمام سيليز والزايلين هنا عدنا مركب جديد اللي هو احنا هسا التولين مو ضفنا له CH3 صار زايلين بس اذا ضفنا له CH3 البنزين اذا ضفنا له CH3 مارتيا ش رح يصير رح يصير عدنا مركب ثاني اللي هو الزايلين بتلاف انواع اللي هو متازايلين والبارازايلين الأورثو اعلى الشي بهم هو 144 الميتا 139 والبارا 138 اذا اقل واحد بهم اللي هو البارا 138 سيليز يعني هم مو فرق هو يعني الميتا درجة واحدة الميتا 139 سيليز والبارا 138 سيليز تمام تايبل كمون نيم سم اروماتي كومباون يعني هذا التايبل الجو رح يوضح لك كم اسم من الاروماتي كومباون دي من المواد العطرية اول واحد هو التولين مثل ما اخذنا اللي هو قلنا بس نضيف له CH3 واللي البيل بوينت مات 111 سيليز اوكي رح نجي على مركب ثاني اللي هو هم بنزين باعوا نفس الصيامة البنزين بس شنو بي بOH اللي هو الفينول تمام هسا يعني اذا البنزين ضفنا لOH وحدة اش راح اش راح يصير اش راح يصير راح يصير اه فينول الملتنج بوينت مات تكون 43 درجة سيليز ويكون ويكون بس نضيف له CH3 زين انتو تذكرون هناك اذا ضفنا 2 CH3 ش راح يصير زاعلين تمام هسا هيش نحفظ اذا نضيف لCH3 وحدة تولين اذا ضفنا ل2 هذا زاعلين واذا ضفنا COH ش راح يصير البنزالديهايد تمام نرجع عن ايد التولين نضفنا لCH3 وحدة وتكون درجة البيلنج بوينت مات 111 سيليز الفينول نضيف له للبنزين OH وحدة والملتنج بوينت مات راح تكون 43 درجة سيليزية تمام يعني عند تشوفون مثل ما قلت انه لازم نحفظ الصيغة مع البنزين جزيئة البنزين حتى البنزين سوري حتى نعرف باقي المركبات عدنا بعد مركب اللي هو الانيلين هناش ضفنا للبنزين ضفنا لن H2 وحدة اوكي البيلنج بوينت مالته 184 باعو هسه البوينت ليحد هسه هو اعلى اعلى درجة غليان عده بوينت درجة الغليان 184 سيليزي تمام المركب المركب الورا اللي هو الاسيتو الاسيتو في نون الملتيك بوينت ما التش غد 21 درجة سيليزي هناش مضيوف مضيوف سي ومضيوف أو مرتبطة بأسرتي بس ما مضيوفة بس H مثل البنزينالديهايد مضيوف بس مضيوف CH3 هسه يعني اذا ضفت C واذا ضفت O مرتبطة بأسرتي واذا ضفت H رح تكون بنزالديهايد بس اذا ضفت C وضفت O مرتبطة بأسرتي وCH3 رح تكون اسيتو فينو نون تمام الملتينج مالتها 21 درجة سيليزي باوي يعني هذا قل حرارة يصير بملتينج ملتينج تمام هس البنزالديهايد مثل ما قلنا طبعا هاي الصيغة اللي هي CHO نفسها ذيج هاي بس هنه شنو هنه موضح لك انه كم آسرة تربطها يعني عرفنا انه O مرتبط آسرتين وعرفنا انه H مرتبط بأسرة وحدة بس هنا هو كعتب هسوه تمام ف اذا اش رح يقول انه البنزالديهايد البويلينج بوينت ماته 178 سيليزي اوكي هسا اذا 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 مرتبط بس او 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 اش رح تكون بنزالديهايد جقد البويلينج بوينت مالتها 178 او 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 يعني المركب يعني يمكن يفكك لك ياه ما يجيب بهيش صيغة يجيب انه مكتوبة كلها سوى فانت مت خربط يعني هس التولين اذا جاب لك C هاية وجاب لك بها 3 اتش هذا نفس التولين مرتبط بآصر انه C يعني فوق هي خط H ومن خط H ومن جو خط H هذا التولين نفس تمام اذا جاب لك هذا ال H جاب لك H وال O مرتبط بال H بآصر تين اش رح يصير فنول اوكي واذا ال N جاب لك اذا همين جاب لك هاي الصيغة ما ال N وجاب لك انه ال N مرتبط بآصر وحد ومرتبط همين ب H تمام يعني H بآصر H وحد بآصر و H ثانية بآصر هذا رح يكون N تمام يعني هال بساطة اخذوا الماضي هنا هاي ال Aceto في N مثلا اذا C اللي بيها فكها وخلى فك ال H اللي وياها سوري وخلاها بآصر يعني C مرتبط بثلاث H اش رح تكون Aceto في N تمام عندك بعد شنو عندك البنزو البنزو كأسد البنزو كأسد اللي هو صيغة البنزين نفسها البنزين ومرتبط وياها CO2H CO2H المالتين بوينت مالتها 122 سيليزي تمام وهم يعني هاي ممكن يفكك لك يعني شون يعني يخلي لك C مرتبط H وحدة وال O يسوي لك O2 يعني O1 بO1 تمام وهاي الO كل وحدة مرتبطة بأسرتين تمام درجة الملتين بوينت هنا 122 سيليزي عدنا بعد مركب هنا يذكر لك ذكر لك الضو مثل ما قلنا ال بوينت ما تعرف نا انه هو 144 سيليزي صيغة البنزين نفسها واثنيا CH3 كل CH3 مربوطة بأسرة ومثل ما قلنا هاي ال H ممكن تتفكك وتصير يعني كل آسرة بH آسرة بH آسرة بH تمام عندك لستيرين البويلينج بوينت ماتة أعلى شوية من الأورثوزايلين 145 سيليزي نفسها صيغة البنزين البنزين سوري وهنا C مرتبطة بأسرة بال C الثانية ومرتبطة H 2 يعني إذا أجاب لك CH CH2 وهي صيغة البنزين اللي هي C6 H6 هاي نفسها للسيرين تمام طلابنا هسا نحن يجي ناخد خصائص البنزين رينج بنزين رينج بروبرتيز راح متل ما سونا بذي تها السلايدات راح أقرأ فتبارت معين ونكمل أوكي يعني آسرة راحلكم إياها موضوع موضوع من المصول من المصول من المصول أن الكاربون كاربون بان لدي الان 139 بم بين تايبكال سينجل 154 بم و 134 بم يعني شنو هذا لحاجة يدي يقول لك أنه دليل على الطبيعة غير العادية للبنزين غير الاعتيادية أنه الكاربون كاربون باون الروابط اللي بين الكاربون تكون عندها same length يعني طول واحد اللي هو المفروض يكون المتوسط مال هذا طول 139 يعني هو متوسط إحنا شون طلعنا هذا المتوسط لازم عندنا طوليا اللي هو طول بين الكاربون طول الأواصر اللي هي تكون بين الكاربون تكون single وحدة مو ثنيا مو آثرت يقول أنه الوحدة طولها 154 بس إذا عدنا دبل آثرت تكون 134 بي تمام هاي الأرقام حفظ ترى هاي تجي MCQ فراغات أن الكتروستاتيك potential maps shows that the الكترو density in L6 CC carbon is identical يعني إحنا عدنا خريطة اسمها خريطة الجهد الكهرو ستاتيكي داي يقول أنه هاي الخريطة راوت لي راوت لي أنه الكترو يعني الكثافة الكترونات جميع الكاربونات أواصر الكاربونات الستة تكون متطابقة يعني إذا يجيب لك سؤال ويقول electron density in L6 CC pound is ويحط فراغ أنت تكتب identical أوكي دوس بنزين is planar molecule with the shape of regular hexagon يعني شنو يعني البنزين عنده planar molecule يعني جزيئة خطية هي تكون جزيئة خطية أوكي أنو البنزين هو جزيئة خطية ويكون shape regular hexagon regular hexagon وال planar molecule هذا نيجا فراغة تمام أو c c c pound r angle angles are 120 degree يعني شنو يعني هسا الانجو بين كل c إحنا مو قلنا هو شكل hexagon يعني سودا c وقلنا إنو أكو عدنا 6 c فدا يقول إنو بين كل بين هسا ذن السيا تج قد الزاوية دايقول إنو الزاوية مالتها 120 أوكي هذا هم فراغ أو 6 carbon atoms are sp hybridized يعني إنو التهجين مالتها يكون sp2 هسا راح يجيب سؤال يقول what is the hybridized أو 6 carbon in pencil ring راح تقول sp2 تمام and each carbon has p orbital perpendicular to the plan of six member ring يعني شنو معناه هذا الحاجي يقول إنو كل درات الكربون كل واحدة من درات الكربون أدها p orbital orbital من نوع b هذا orbital يكون perpendicular بموازات أو يعني بمستوى plan of six member ring هذا يكون orbital يكون بمستوى واحد بمستوى six member ring يعني ست جزيئات من الحلقة تمام ننتقل للسلايد الثاني هنا بهذا السلايد دي وضح لك أنه أكو alternative representation of benzine يعني أكو أشكال أخرى تمثل أو بدائل للتمثيل للتمثيل مع الحلقة البنزين تمام اللي هو مثل هذا أو هذا يعني أوكي هنا هو نبدل الآثرة يعني نبدل الآثرة ديقول pounds on average يعني حتى تصير بالمتوسط أوكي يعني دي يوسطها الآثرة ديخليها متوسطة تمام فدي يقول لك the circle representation must be used careful since it doesn't indicated the number of pi الكترون in the ring يعني دي إيش دي يقول دي يقول أنه ما من أستخدم circle representation التعبير الدائر اللي هو مثل هذا المفروض أكون أستخدم carefully بحذر ليش لأنه ما يدي رقم الكترون رقم pi بهذه الدائرة فمن أستخدم ه لازم أستخدم بحذر تمام الكتروفل الكتروفل كتروفل 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 يعني شنو معناها تفاعلات الاستبدال العطري آلية لبروم أول شي رح نأخذ الميكانزن نزم مات الميكانزم اللي أخذناه يمكن بالخامس أو السادس فهو هذا يعني رح تتضمن هاي الخطوة رح تتضمن خطوة الرانين أوف كاربوني نيشن انترميديات بين الكاربونات تمام آروماتيك رينكز آرليس رياءكتف تورد الكتروفل ثان الكالاين ديقون أنه الحلقات الأطرية هي أقل أقل إنجذاب أو أقل تفاعل مع الإلكتروفيل يعني الإلكتروفيل من الألكالاين اللي هو القاعدة أوكي يعني هس إذا يجيك سؤال منه أكثر تتفاعل ويا الأروماتيك الإلكتروفيل لو الألكالاين رح سن تكتب الإلكالاين الإلكتروفيل هو لس تمام هس هنا هذا أول شي صاير صاير إنه أكو تفاعل بي آر بي آر تتفاعل ويا من ويا الـ HB الـ HE سوري الـ FE بي آر 3 تمام فالـ بي آر والـ بي آر رح يصيرون يعني رح ترتبط هاي الـ بي آر واحدة من الـ بي آر اللي هي الزرق رح ترتبط ويا الـ FB آر الـ FE بي آر 3 من رح ترتبط رح تتكون عندي H اللي هي من الآثرة هاية الآثرة اللي هي هاية الموجودة ما دري شون يعني اللي هي بصف الـ بي آر رح ترتبط وياها H تمام وهاية الـ بعدين شنو تصير ها قبل الـ مو نفكت هي هاي الآثرة صير هنا إشارة اللي هي positive أوكي بعدين الـ الـ رح ترتبط ويا F E B R لأن هذا حامض بقاعدة فيرتبطون F E B R 4 ترتبط ويا الـ H وبعدين تبقى عدي هاي الآثرة وحدها يصير بيها رنين أو يعني يعني هذا الرنين يكون هو الحلقة الأطرية وهذا الشي رح يكون بسرعة بقوا هنا شنو الناتج F E B R سوري SORRY H B R هنا عندي ناتج و F E B R 3 اللي هي هاي الـ H F E B R 3 وهاي الـ H تفعلت ويا وحدة من الـ R R ما F E B R 4 و بقد عدي Penzen و B R SORRY حس رح نجي نقرأ الكتابة اللي هنا number one احنا مقنا two steps احنا نقرأ الsteps الأولى An electron An electron form the benzine ring attached the positively polarized bromine forming a new CPR pound and leaving non aromatic carbonation intermediates يعني شنو معناها هذا الحاجي؟ معناه انه الالكترونات المزدوجة معناه انو الالكترونات المزدوجة تكون من البانزين الالكترونات المزدوجة من البانزين رح تهاجم لي من حلقة البانزين sorry رح تهاجم لي الـ positively polarized bromine يعني البرومين اللي يكون positive اللي هو هنا هذا الوردي اوكي forming a new CPR رح تكون اللي أسرة هي تكون CPR اللي هي هايا بالضبط هايا ال-C وال-PR هاي اوكي بعدين اجدي قول دي قول pound leaving non-aromatic carbonation intermediate يعني هادي الـ الاصرة رح تغادر الوسط اللي يكون غير عطري تمام من الكربون اوكي 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 carbonation intermediate carbocation sorry carbocation intermediate and the nature substitution products form as to electron from the sea H bound moves to reform aromatic ring يعني شنو ديقول انه هايا ال-base رح تتعوف ال-H او sorry ديقول انه ال-base اللي هي القاعدة رح تتسوي remove لل-H رح تتوخر ال-H ال-H positive من الكربون intermediate اللي هو هذا الوسط الكربون اوكيشن تمام ثاني اللي هو الثاني الرسم الثاني تمام and natural substituations product forms as as to electron يعني انه منتج رح يتكون لمنتج استبدال محايد منتج محايد وظيفته انه يستبدل اش يستبدل مين يتكون هذا يتكون from C H bound من هاي الاصر اللي هي C هايا C هايا اوكي منها رح يتكون من الكترون من من الالكترونات مالتها وهذا المنتج رح يتحرك حتى يعيد لي الاروماتيك رنج حتى يبني لي من جدة وجديدة الاروماتيك رنج اوكي البنزن هنا اللي هو مرتبط اصلا ب H متفاعل وهي CL 2 بوجود كتلايست او عام المساعد اللي هو FEC الغتري فصير عدنا صير عدنا كلوروبنزين شون صار عدنا هذا الكلوروبنزين واحدة من CL هدنا مو CL2 فواحد من هذي CL2 ارتبط ويا بدال H والH اجدتي ويا من ارتبطت اجدتي ارتبطت ويا CL البقت فصارت عدنا كلوروبنزين وصار عدنا HCL اوكي اروماتيك نيتريشن يعني النترات الاطرية اروماتيك رينك ار نيتريت باي راكشن وذ ميكسشر اوف كونستريشت نيتريك اند سيلفيورك اسيد يعني شنو يعني دي يقولك انو النترات حلقة النترات الاطرية هي شنو عبارة عن ميكسشر خليط من شنو من تركيز من النترات وشنو بعد والسيلفيورك اسيد اوكي اللي هو حامض الكبريتيك اوكي يعني هسا شنو الاروماتيك العطرية من شنو متكونة هي ميكسشر من نتراتيك 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 سيلفيورك اسيد تمام هاداني مهمات يجن فراغات وانسي تيو تمام الالكترافيل للأيون النيترات النيترات تمام اللي هو شنو هادا الأيون شنرمز لأ نرمز لأ أو 2 which formed which is formed from هادا شن أكونة هادا الNO هذا ايون النيتروم أكونة من ال HNO3 sorry باي بوتينشي باي بروتونيشن and لوس أوف ووتر يعني هذا شن أسوي هذا ال NO2 من من هذا ال HNO3 شن أكونة أكونة أنه أضيف بروتون لل HNO3 وأخلي يفقد ما يتكون عندي ايون النيترونيوم تمام هس شن أكونة بواسطة عملية أنه أسوي عملية البروتونيشن على اليمن على HNO3 وأخلي يفقد ما فش رح يصر عندي ايون ال NO2 بلاس أوكي النيترونيوم من يتفاعل ويا البنزين إيش رح يكون لي رح يكون لي carbocation intermediate sorry and loss of H positive from this intermediate give the natural substitution product نيترونيوم يعني إذا يقول لك أنه فقدان ال H من ال intermediate من هذا الوسط رح ينطيني شن قبل شوية العامل اللي هو عامل الاستبدال المساعد سوري أوكي رح يسوي لي ناتج أو عامل الاستبدال المساعد أوكي شو اسمه هذا عامل الاستبدال المساعد اسمه نيترون نيترون بنزين إذا إذا يقول لك شنو ال natural substitution product لل نيترون رح تقول نيترون 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 تمام ننتقل للسلايد البعد نيترون راكشن انديد هابن وذ ميكشور اوف وذ ميكشور اوف كونيك اتش انا او ثري اتش اتش او اس او فور طبعا هذا السلايد رسم توضيحي أو توضيح للحج الحتين قبل شوية دايقول انو النيتريشن تفاعل النيترات شون رح يحصل رح يحصل من ميكشور خليط اوف اتش انا او ثري وال اتش تو اس اوف 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 هناش دايصير دايصير انو النيتريك اسيد اللي هو هذا النيتريك اسيد ماذا يصير ماذا يجي هاي النيتريك اسيد وال H2SO4 تتفاعل حتى شتكون لي حتى تكون لي النيترون يوم شون رح تتفاعل هو شنو من شنو يتكون الايون النيتريك اسيد عفوان يتكون من اتش لانه حامض و O و N و 2 O ف دايقول لك انو اذا اضيف ال H2SO4 اش رح يصير رح يصير انو ال N رح تنكسر الاصر ال N مو مرتبط ب O بهاي الاصر رح تنكسر هاي الاصر و O رح يصير ف من تنكسر هاي الاصر ش رح يصير رح رح تنفص ال O و ال H الاثنين واحد هتصير H2O اوكي والاصر هاي البقت تريد تشبع روحها تريد تسوي الها اشباع فش تسوي ترتبط مرة ثانية و الو مو مو عدنا هن الكترونات المفروض مال O مال N سوري و عدنا الكترونات مال O بعد ف اثنين هن يرتبط هن رح يكون لي رح يكون ل آصر من تصير هاي الآصرة شي يصير عدي يصير عدي NO2 تمام اللي هو نيترون يوم آيون تمام فهناش دايقول دايقول الكتروفيل is the نيترون يوم آيون NO2 plus which formed from HNO3 by protonation and loss of water يعني دايقول لانه عمليات الالكتروفيل تحصل اذا بالنيترون يوم which is formed from النيترون يوم اللي رح يتكون من شنو رح يتكون من HNO3 تمام by protonation and loss of water مثل ما حجينا قبل شوية نفس الحاجة بالضبط بس هو هنا رسم لك ياها دايوضح لك ياها بالزايد اوكي يعني هو رح يصر على هذا HNO3 مثل ما شفنا رح يصير بي بروتو 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 نيشن ورح يصير بي loss of water مثل ما شفنا نتج ماء تمام هنا اش دايقول جوا دايقول انو النيترونيوم ايون reacts with benzine to yield carbocation intermediate and loss H دايقول انو التفاعل النيترونيوم النيترونيوم ايون يتفاعل ويا البنزين حتى شي سويلي حتى يسويلي carbocation intermediate يسويلي وسط carbony ويفقد وهو اصلا يفقد ال H يعني البنزين رح يهاجم ال NO2 تمام رح يتصل بال NO2 بآصرة وآصرة ثانية يكون لي بيها H ال H ويا ما رح تتفاعل رح تتفاعل ويا ال H2O اللي جاية بنا فش رح يصير عندي رح يصير عندي انو البنزين تفاعل ويا ايون اللي هو النيترونيوم فصير نيترون بنزين and ال H3 او تمام ننتقل للسليل البعد aromatic sulfonation هنا تقريبا نفس الحاجة ما القبل شوية مع النيترون دي يقول انو فاندين sulfuric acid mixture of H2O4 and SO3 هنا عندنا SO3 اللي هو sulfure triaxode اللي هو S ومرتبطة ب3O واثنين من هاي O مرتبطة بأسر تيان اوكي زائد H2SO4 راح يصار راح تيجي وحدة من هاي ال H ما ال H2SO4 راح ترتبط بال سوري ترتبط بال O هاي ال O اللي ما بيها آسرة ثانية اللي بيها آسرة وحدة فش راح يكون لي راح يكون لي Sulfuric Acid تمام وش راح يصار عندي هميانا راح يصار عندي HSO4 لأنه هاي ال H2SO4 وحدة منها راحت فصار عندي HSO4 داي يقول إنه هذا التفاعل سيلفيو 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 نيشن ريأكشن is ريأكشن it can occur either forward or backward داي يقول لك إنه هذا التفاعل قبل الانعكاس يعني 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 يقدر السيلفيور كأسيد يتفاعل ويا ال HSO4 ويكون ل H2SO4 و SO3 تمام هنا هميا راح نسوي سيلفيو ريأكشن حتى يكون البنزين سيلفيو سيلفيونيك سيلفيونيك أسيد داي يقول إنه هنا البنزين هاجم جزيئة السيلفيو سيلفيونيك أسيد فش صار عدي صار عدي إنه هي H من فصلة اللي هي من هاي الآصرة الثنائية انفصلت وطلعت هي شي برا فصارت H اللي هي هاي ال H وهاي ال SO3 H HSO3 سوري ارتبطت ويا البنزين تمام اجدت القاعدة اللي هي بايس المفروض المفروض هذا HSO4 ارتبطت بيها بهاي ال H فصار عندي فصار عندي بنزل وياه بنزل سيلفيونيك سيلفيونيك سوري سيلفيونيك أسد لأن هاي ال H انفصلت فصار عندي هذا بس هذا المركب اللي هو الناتج طبعا هذا التفاعل مثل ما قلنا هو الأكاسي تمام سيلفيونيك سيلفيونيك وهنا يقول ان يفضل استخدام السيلفيونيش مع سيلفيونيك مع الحوامض القوية الكلation and oscillation of aromatic ring the radial craft reaction تفاعل الكلation إضافة الكل and oscillation إضافة السيل للاروماتيك تمام فهنا بادي إنه هو ضايف لهذا المركب اللي هو CH3 CH3 CL ضايف له ALCL فش صاير أنه الCL اللي هو فوق شم ساوية رايحها مرتبطة ويا ALCL3 فصاير CH3 CHCH3 وبعد شنو صاير وياها صاير ALCL4 تمام فجاي حلقة البنزين شم هاجمة مهاجمة CH3 CHCH3 مهاجمتها وش صاير همينا مفكوكة هاي الأعصرة نفس الشي الأعصرة مفكوكة مرتبطة ويا CH3 CHCL وصاير وصاير أكو H هنا هاي الH وراي حاوية من مرتبطة ويا ALCL4 فش صاير عدنا بالتالي صاير عدنا أنه بنزن حلقة البنزن ويا CH3 CHCH3 زائد HCL لأنه هاي الH ارتبطت ويا CL1 فش صار HCL وراجع ALCL3 مثل ما كان بالبداية تمام فخلا نشوف هناك الكتاب أش كاتبي عن الكترون pair from aromatic ring attack the carbonation forming a CC bond and yielding a new carbocation intermediate يعني أنه زوجي الألكترون من الaromatic ring من الحلقة الأطرية رح يهاجم مثل ما قلنا الكاربوكيشن هاي المجموعة الكاربونية تمام وشي يكون لنا يكون لنا CC bond يعني هوا مرحي هاجمة فهايا هايا اللي هي هايا سمها CC bond تمام and yielding a new carbocation intermediate بالنقطة الثانية ديقول إنه فقدان البروتون loss of proton then give the natural alkaline substitution product يعني ديقول إنه إذا فقدته بروتون هذا رح يطيني alkaline substitution product رح يطيني عنصر استبدال مؤكلة أي هيشي تمام الكلated يعني اللي هو يصر بها الكل تمام فيصر عنصر مؤكلة حناش ديقول ديقول إنه مثل ما ديصر عندي alkaline reaction بواسطة بواسطة تفاعل الكيل كلوريد رح يصير عندي تفاعل اسمه ال isolated بواسطة هنا بواسطة 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 اللي هو شنرمز ل R C O C L تمام انده presence of A L C اللطري هميه نفس الشي مو هناك هم كان عدنا A L C اللطري هنا هميه نفس الشي مو رح نساو نحط كاربوس كاربوس Silic Acid Chloride رح نحط ويه AL C اللطري that it's an acyl group اللي هو اللي هو رح يتم استبداله بالحلقة الاطرية اذن ال acyl group هم اللي هو مقطع core رح يتم استبداله بالمقطع acyl تمام for example reaction of benzine with acetyl chloride yields to ketone acetyl phenone تمام يعني هسا هاي حلقة البنزين حلقة البنزين البنزين سوري رح تتفعل ال acetyl chloride اللي هو hc وهنا c cl o فاش رح يصير عندنا هاي حلقة البنزين مثل ما قلنا رح يسوي attach شوكت بوجود شنو بوجود alcl3 وبوجود درجة حرارة معينة اللي هي 80c lez رح ترتبط بيها شو رح ترتبط بيها رح ترتبط ch3 ch3 c c وال o و cl cl تتفعل ال cl4 تمام ال acetyl في شي سمو هذا المركب acetyl fenon تمام acetyl fenon اللي هو اشقد نسبته 95% اوكي بحيث تخليها انو هي اقوى من البنزين and some deactivate the ring تثبطها او تخليها مفعالة او تقلل من فعليتها it makes less reactive than benzen in aromatic nitration في الارومات النيترات الاطري يكون for instance يعني على سبيل المثال انو رح ناخذ الاروماتيك الاطري على سبيل المثال and OH substitute once makes the ring one thousand time more reactive than benzen اذا تخلي حلق الحلقة اللي صارت عندي اكثر فعالية بالف مرة while an NO2 substation makes the ring more than ten million times less reactive تقللها بدرجة انو NO2 تقلل الفعالية مع البنزين بعشرة مليون مرة اوكي يعني هسا اكو عوامل تزيد قدي الفعالية مع الحلقة واكو عوامل تقللها اوكي substituted effect the orientation of the reaction يعني التأثير التأثير مع العوامل الاستبدال او عناصر الاستبدال على اتجاه التفاعل the three possible the three possible substituted product ortho meta and bara are usually not formed in the equal amount يعني انو هذان العوامل الثلاثة ortho والmeta والبارا يعني عادة ما تكون بنسب متساوية او بكميات متساوية تمام instead يعني على سبيل المثال the nature of substituents initially present on the benzin ring determine the position of the second substitution يعني طبيعة العنصر اللي رح يكون بالبداية العنصر المستبدال اللي رح يكون بالبداية بحلقة البنزين هو رح يحدد البوزيشن مال العنصر الاستبدال الثاني تمام an OH group direct substituent direction ortho position اذن الOH group شنو direct مالتها ortho and bara position بعدين for instance while the carbonyl group such as CHO direct substatuation primarily toward metaposition انه الgroup CHO اللي هو الكاربونيل يكون toward metaposition باتجاه المتا هسا هذا الجدول اللي هو listis experimental result for nitration sum setitude penzine هذا الجدول رح يوضح لي شنو العناصر اللي مائلة لل متاو شنو العناصر اللي مائلة للأورثا والبارة عدنا NO2 وال NR3 وال SO3H وال CN وال CHO O وال CC HO H3O وال CHO وال COO H3O هاي كلها تكون متا عندك الBR وال F وال I وال CL كلها أورثو متا وال O وال OH CH3 وال OH وال NH2 وال O CH3 وال LK اللي هو CH3 وياها حلقة البنزن هذا هم شنو الميلان ما تا يكون يكون باتجاه الأورثو وال البارة تمام هسا predicting the production of الكتروفيل aromatic substitution reaction انه هذا رح يوصف لي الحالة مع الكتروفيل aromatic substitution reaction تمام النواتج رح يوصف للنواتج مال الكتروفيل aromatics substation reaction predict major product of self-phorinic self-phorination of tholein tholein يعني هسا رح نسوي self-phorination بس مو للبنزين مثلا قبل شوية رح نسويها لل tholein ورح نشوف النواتج اللي رح تطلع عدي هسا tholein رح نضيف لها مثل ما قلنا s o 3 و h 2 s o 4 شو رح يصر عندنا رح يصر عندنا o tholein o tholein s o tholein s o tholein o هاي معناها ortho تمام وال b tholein s o tholein acid وحدة بهاي الاتجاه وحدة بهاي الاتجاه مثل ما قلنا قبل شوية حسب القائدة اخذناها قبل شوية اوكي هسا a summary of subsequent effects on the electrophilic aromatics substatuation يعني الملخص العناصر الاستبدال الكهرباء الاطري يعني الحاج اللي اخذناها هسا رح نلخصه بجدول summary of activating and directing effect of substatuation in el ketrophilic aromatics substatuation is shown in table يعني هسا رح يوضح لي direction mata و رح يوضح لي activity mata تمام ما لكل انصر يعني عدنا ال reactivity mat active لا مو active deactivate لا هو active وشي يكون الياه اتجاه ما لل ortho وال bara وال inductive effect يكون weak وال resonance ما بتأثير resonance تمام عدنا ال o وال h نفس ذاك بس جنو يكون inductive ما تكون with withdrawal weak with withdrawal بس ال resonant يكون strong donating تمام ال f وال cl وال br وال i يكون deactivating ويكون باتجاه البار يكون strong with withdrawal weak donating تمام ال no2 وال cn وال co 2r وال cor وال co2h هاي كل ها deactivating مات احنا شنو نقص دا قلنا بال deactivating وال deactivating يعني اذا من تنظاف للحلقة ما البنزن هذا ما رح يسوي تنشيط او من تنظاف الحلقة عطرية رح تنشطها لو رح تخليها غير نشطها يعني تقلل من نشاطها ف هاي العناصر اللي هن اخر اثنين او هاي المجموعات هي سوي deactivating المهم نرجع لالاخر نقطات شنو نحجي عليها اللي هي deactivating وش تكون يا اتجاه يكون باتجاه الميتا الميتا تمام تكون strong with the draw but strong with the draw higher resonance هاي المجموعة مميزة كل يعني يعني بس هي meta وبس هي strong بثنين وثنين with the draw تمام والهنا نكون وصلنا لاخر المحاضرة يارب تكون استفاديتوا منها وايش تحتاجوا اني حاضرة شكرا لكم شكرا